اشتركوا في القناة هشرح لكم الآن الثانية واحدة 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 هنشرح كل حاجة الآن الثلاث مسلسلات اللي هنتكلم عليهم النهاردة هما زي الشمس وقبيل وولد الغلابة ليه مش هنتكلم عن زوديك النهاردة لأن زوديك انتهى زوديك خمستاشر حلقة وخلص فحتكلم عنه في حلقة منفصل عشان عاوز أقيمه كله على بعضه بشكل عام مش بس أقيم الأحداث بتاعة الكم حلقة اللي فاتوا وده ممكن ياخد وقت طويل جدا فحعمله في حلقة منفصلة إن شاء الله أنا حطط لها يوم السبت النهاردة الخميس يوم السبت إن شاء الله بإذن الله أعمل حلقة زوديك وده لإني بكرة إن شاء الله برضو عاوز أعمل التريلر رياكشن بتاعة فيلم حاملة فرعون فكده تلات حلقات وراء بعض أتمنى الانترنت تساعدنا والدنيا تمشي كما هو مخطط لها حلقاتنا بتاعة رمضان وأشياء حلقات بدون سكريبت في ملاحظات قدامي ولكن ما فيش نص أنا ماشي عليه لذلك حيبقى فيه بعض الارتباك وبعض التهتها وفيه كلام مرسل كتير ممكن أنسى تفصيلة مهمة ممكن حاجات من هذا القبيل وفيه حرق كتير جدا فلو حد من حضراتكم ما شفش المسلسلات التلاتة دول الحلقات الستة اللي فاتوا يقفل الحلقة دي دلوقتي أحسن ويرجع لها تاني أنا عارف إن فيه ناس كتير طلبت إن أنا أحط تحت في الكمنز عشان يبقى باين كل مسلسل بيبتلي من أنهي دقيقة وأنا هعمل كده إن شاء الله بس معلش الحلقة اللي فاتت انشغلت جدا ما الحقش هعملها إن شاء الله هعمل الحلقة اللي فاتت وهعمل الحلقة دي حلو كده الحمد لله قلنا كل حاجة قلنا كل حاجة في المقدمات يلا بينا نخش على طول في التلات مسلسلات بتوعنا للأسف التلاتة شهدوا تراجع في المستوى اتنين فيهم لا والله للأمانة كل واحد فيهم لسبب مختلف يعني وأنا سعيد بالموضوع ده أنا سعيد إن التلاتة مسلسلات اللي أنا بتفرج عليهم فيهم اختلافات كبيرة فيهم الأربع مسلسلات الحقيقة بس التلاتة مسلسلات اللي حنتكلم عن اليوم في الحلقة دي بالتحديد فيهم اختلافات كبيرة جدا سواء في فلسفة الإخراج سواء في أسلوب الأداء سواء في إقاع الأحداث سواء في طبيعة المشاكل سواء في طبيعة نواحي التمييز أنا مبسوط بده ومبسوط أكتر ان انا بعيدت عن المسلسلات بتاعة واجع القلب بتاعة الجروبات الكبيرة حقيقي بيحبوا العمل وبيشجعوه للجان اللي مش ضروري يكونوا بيشوفوا العمل خالص ومع ذلك دخلين يعملوا وخناق على السوشال ميديا وخلاص انا مبسوط قوي ان احنا قاعدين على تلات مسلسلات بيدوني مجال الكلام وحقيقي ما فيهمش مجال كبير قوي للتنضر يعني حتى انا لما بشوف نكت طلع على التلات مسلسلات دول بشكل متفاوت طبعا بحس ان فيها شوية تلكيك لان احنا خلاص احنا بقينا سينيكل وساركستيك الى ابعض الحدود اللي في الدنيا ولازم نطلع على اي حاجة مدام مدام رمضان مدام الممثلين بتاعه كل الموسم بتاعه ما عرف شو مين لازم نطلع نقول افعاد ده كان بيدحك جدا طالما الاعمال دايات مستواها بالفعل او من الاساس كان منخفض السنة دي انا شايف ان حقيقي 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 المستوى افضل وده مفاجئني جدا 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 السنة دي المستوى بتاع المسلسلات اللي انا بتابعها افضل بكتير من المسلسلات السنة اللي فاتت اللي خلتني ما تابعش اي مسلسل من المسلسلات الرمضانية حتى وانا النهاردة في الحلقة دي بتكلم عن تراجع واضح في التلات مسلسلات اللي انا عاوز اتكلم عليهم ولكن يظلوا حتى طبيعة التراجع اللي احنا بنتكلم عليه ده حتى لو اتكلمت عنها في بعض الاحيان بشوية نرفازة اتكلمت عنها برضو بشوية طريقة او كلام زي ده بس احنا كنا فين يعني انا رفع تفكيري شوية بتاع ربعين خمسين سنتي وبعدين بقول عليه مش حلو فاتمنى ان تصول تكون واضحة اول مسلسل عاوز اتكلم عليه هو اكتر مسلسل احبطني ما بين التلاتة في الست حلقات اللي فاته وهو مسلسل زي الشمس والحلقات اللي شفتها كانت من الحلقة اتناشر لسبعتاشر ست حلقات ست حلقات وانا دلوقتي براجع اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت تقريبا مفيش حاجة حصلت تقريبا مش هقول بنسبة مية في المية احنا وصلنا لمرحلة يا جماعة احنا عندنا نموذج عندنا الحلقات تقريبا ماشي عليها بنسبة خمسة وسبعين في المية مع خمسة وعشرين في المية تنويع احداث كل حلقة من الحلقات بتاعتنا بتبتدي بشخصية نور بتعمل شوية تحقيقات بتحرك القضية بتاعتنا خمسة سنتي مفيش القضية بتاعتنا ما بتتحركش اللغز بتاعنا ما بيتفكش ما فيش حاجة مفيدة حتى بتجي لنا عشان نتأمل ونعوز ان احنا نخمن مين المجرم وإيه اللي حصل لفريدة فعلا والكلام ده كله وبعدين نفتكر ان فيه اخناقة اهوي الحقيقة اخناقة واحدة على كل شوية عمليين نفتكرها كل شوية في مكان مختلف كل شوية بطبيعة مختلفة كل شوية معرفش مين وليزن تنتهي في الاخر بان نور بتزعق لفريدة وهما الاتنين بيعيطوا حلقة اه حلقة لا تقريبا يعني افري قدر حلقة بنشوف مشهد من النوعية دي وبعدين الموضوع الفلاشباكس نفسه مربك يا جماعة لان على المستوى الاخراجي ومسلسل زي الشمس مش متميز اطلاقا على المستوى البصري ولا على المستوى المونتاج ولا على مستوى اي حاجة وفيه عيوب واضحة جدا في الموضوع ده وبعيدا عن العيوب مفيش تميز مفيش ابداع مفيش لقطة تفرقت عليها حسيت ان وراها حاجة يعني ان موضوع يعني الفلاشباكس مش باين ان هي فلاشباكس الكلو الوحيد اللي بيجيلي هو شعر شخصية فريدة فلما بتبقى فريدة موجودة في المشهد بعرف ان هو فلاشباك وضعا على الاعتبار كمان انه يمكن التفصيل الوحيد اللي هم حاولوا يرعوها في مكياس شخصية ماتت جوه احداثنا ماتت يا عم اتعب شوية في شكل الباقيين اعمل فروق واضحة في فروق انا مش بقول ان الناس وصلت لدرجة يعني في فروق بس مش واضحة مش واضحة انا بتعب شوية عشان عشان اتبين المشهد ده فلاشباك ولا مش فلاشباك والشخصية الوحيدة اللي عاملين فرق واضح في المكياش بتاعها اللي هي شخصية فريدة مش محتاج ده ليها ما اي مشهد ليها من الاكيد ان هو فلاشباك موضوع غريب جدا يعني بعد موضوع الفلاشباكس ده عمر يخش ويتخنق الاخناء ليها دعوة بولاده وبعدين ولاده يتخنقوا مع حد من زميلهم في المدرسة والبنت اللي هي كارمة ممثلة كويسة بس للأسف يعني يا جماعة الممثلين الكبار المتمرسين الجمدين خلاص مع تكرار المشاهد بتاعتهم ومع تكرار انفعلاتهم ما عادش عندهم كتير او يقدموه يمكن الاستثناء الوحيد هو احمد السعداني في دور شخصية عمر لانه حقيقي ابتدى يحيرك شوية في الدوافع بتاعته عنده مشاكل غضب عنده مشاكل انانية عنده مشاكل معرفش مين ابتدت الشبهات تحوم عليه بشكل واضح في الحلقتين ثلاثة اللي فاته فده اللي كممثل محظوظ بشخصيته شوية الباقيين مفيش حاجة بتحصل لهم فما بالك كمان لما بنت صغيرة اول لما ظهرت قلنا ان عندها شوية امكانيات وعندها شوية قدرات تكسيدية وممكن يكون لها مستقبل ومع ذلك خلاص اتحطت جوه القلب دخلت جوه الساقية وعملت لفه والدور مفيش جديد بيحصل معك كل شوية تتخانق مع واده وتسكعه ألمين التطور شوية اللي حصل انها ابتدت ترقل ناحية واحد من زمايالها وبتاع نخلص من الموضوع بتاع الاولاد ده نروح لشخصية ساوسا بدر الام تقوم من سريرها متصورة ان فريدة موجودة تخرج نور تجيبها ترجعها ده ده موضوع الكلام تعانوا في الحلقة اللي فاتت لسه نكمل معنا بحزفير وتقريبا لغاية دلوقتي وبعدين خمسة وعشرين في المية يا عم فيه اضافات بتحصل فيه جديد بيحصل شخصية احمد مالك اللي هي سيف وشخصية خطبته اللي هي رباب اللي اتنين دخلوا رباب للأسف الممثلة لا ايما بالدور مش عاملة مش عاملة مش عاملة وظيفة جيدة الاداء اداءها مش مقنعة معاجبنيش انا شخصيا ومالك عنده حتة في موضوع التوتر الزائد او التعب النفسي او الكلام ده يعني حاسس ان الدنيا محتاج تبقى صاطل اكتر من كده شوي فيها فيها سبات فيها آآ تطور مقبول في ظل الظروف اللي هو فيها ولكن مش عارف حاسس ان الدنيا مش مستهلة ده شوي محتاج اتعب انا وانا بتفرج اتأمل معاه شوية عشان القط الحاجات دي لكن هو بيرميها في وشنا بشوية عنف يعني بس انا سعيد ان هو موجود خصوصا وان داود ضيف شرف لغاية دلوقتي ما فيش اداء ما فيش ما فيش لا في حاجات حلوة ولا في حاجات وحشة في اداء داود جمال سلمان اختفى جمال سلمان فاكر صحي في ست الحلقات اللي فاتوا يمكن يكون ظهر مرة او حاجة بالطريقة دي مش عارف ما لاحزتوش قوي يعني وده برضو شيء غريب معرفش هل دا توزن شخصيات ولا مقصود ان احنا نحاول ننسى شوية وبعدين نرجع له خصوصا ان الظهوره في الاول كانش ملفت يعني هي الشخصية ما خدتش انتباهنا من الاساس هم صرفوا نظر عنها ولا ايه الحكاية بالزبط زي بالزبط ما انا اجالي احساس ان هم صرفوا نظر عن موضوع شبح فريدة دا كله على بعضه بترد تظهر على فترات متباعدة جدا 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 رغم انها كتواخدة تركزنا جدا وجذب انتباهنا جدا وحنا بنتفرج زي ما يكونوا سمعوا الكلام بتعلى جنة الدراما بتاعة اللا العفريت حرام والحاجة دي وبنروج للخرافة والخرافة اللي تقالت دي كلها على بعضها زي ما يكونوا سمعوا الكلام وقال لك ماشي خطوط فرعية عملت اخد من وقتنا والغاية دلوقتي مش باين اعلاقتها بالاحداث دا انا مش ضده دراميا ولكن في حالة مسلسل زي الشمس متأخر شوي ان احنا دلوقتي نبتدي ناخد وقت طويل مع الزابط ومراته اللي هي بنت خالتهم والبيبي بتاعها والبيبي غير مكتمل النمو وموجود في حضانة وشوية تقطيع قلب بس على خفيف ارحم شوية من اللي كان بيحصل قبل كده والموضوع دا كله ليه دا مهم ليه مهم نقضي فيه وقت طويل ممكن بعد كده يبان ممكن بعد كده انا تبين انه كان ليه اهمية كبيرة ولكن حتى اللحظة دي انا بقول ان هو متأخر دا كان ممكن يتقدم بدري شوية وانا لسه عندي حماس زائد اني اتعرف على المسلسل عملية التعرف دي انا انتهيت منها خلص انا دلوقتي عاوز ابتدي قلم لم شوية خطوط في ايدي متقبلا لبعض التطويل علشان القلب بتاع التلاتين لازم نكمله لاخره مهما حصل في الدنيا دي وإلا ما يتقبلل ناشر صيام يعني وعاوز بعد كده بقى ابتدي اشغيل بالي بلغز الجريمة والكلام دا كله دلوقتي انا شخصيين في بعض الاحيان بنس ان احنا المفروض نقلق على جريمة خالص احنا شغالين في مسلسل في مثلف عاطفي ما بين نور ومصطفى وعمر شد وجذب نور مش مأكده اوي او مش متأكده اوي او مش مقرره اوي عمر جريء اوي مصطفى خجول شويتين طب هو مش في جريمة قتل مش في جريمة قتل محروب تكون شغلة تفكرنا شوية عن دراما المثلث ده مش عارف يعني لولا ان انا بحب التلات ممثلين ولولا ان فعلا احمد استعدان الشخصية بتاعته فيها بعض الديناميكية المثيرة للاهتمام الموضوع كان حيبا صعب جدا على المتابعة ولكن مسلسل زي الشمس على اي حال من الاحوال انا مكمله لازم هشوفه الاخره عشان انا وصلت الحلقة السبعتاشر فخلاص طوليت فانا مكمل ولكن اللي انا بشوفه مش عاجبني خصوصا وانه بعيدا عن الدراما اللي موجودة قدامنا بعيدا عن الاحداث اللي موجودة قدامنا اللي تشبه التطويل يا شبه الفراغ يا شبه العشوائية يا شبه عدم التوازن اه فنيا مفيش حاجة مفيش حاجة يعني هنتكلم بعد كده عن المسلسل اللي حتى رغم عيوبه ولكن بصريا اه اتفرج وتمتع يعني اه بس زي الشمس بطيق جدا ومفيش حاجات بتحصل واغسارة المسلسل ده كان ممكن يبقى احسب من كده وكان عنده فرصة انه حقيقي يقدم لنا شيء مختلف شوية المسلسل التاني اللي هنتكلم عنه هو قبيل والحلقات من اربعتاشر لتسعتاشر وانا مبسوط يعني انا المرة اللي فتت كنت متدايق من التباين ده بس دلوقتي بقيت مبسوط خصوصا مع قرار اني اعمل حلقة زوديك منفصلة لانه انتهى لانه بالطريقة دي برضو قبيل المفروض ان هو ينتهي قبلهم فالحق اعمله حلقة منفصلة وبعدين في حلقة واحدة ممكن نبقى نقفل ولد الغلابة مع زي الشمس ولا هو قبيل ابتدى بدري اصلا عشان اتنين وتلاتين تصدقوا ممكن يلا هو يبقى شكل وحش قوي لما طلعت الحلقة اللي فاتت واقعت صلوصة واعملوا بتاعه ممكن يكون اتنين وتلاتين حلقة اصلا عشان كده ده بدري يا خبر ابيض وارد المهم اتمنى انه ما يكونش اتمنى انه يبقى تلاتين يخلص بدري اعمل حلقته وبعدين اقفل الدنيا وكلام زي ده مسلسل قبيل ما عندوش مشكلة ايقاع على الاطلاق يعني الستة الحلقات اللي فاتوا انه عندي ازمة الايقاع ايقاعنا ما بقاش بطيء ايقاعنا بقى سريع في حاجات كتير حصلت بعكس مسلسل زي الشمس مسلسل زي الشمس زي ما بقول حاجات قليلة جدا حصلت المرة دي في حاجات كتير حصلت طارق اتورت في الجرائم ديت هو اصبح هارب وبيحقق على مسئوليته الشخصية ادم وسمى ظهروا واكتشفنا انه هم وراء كل الحاجات اللي حصلت ديت وبعدين بقالنا فترة طويلة مقضيينها عشان نفهم هم ازاي دخلوا في الموال ده وعندي تحفظ على ده بس نجيله آآ التفجر بتاع الاحداث كان في بعض الفجوات ولكن على مستوى الدراما بشكل عام تحس انك محترمها فبتعديها وما بتركزش قدامها الارتباطات ما بين الشخصيات ما بينها وما بين بعض المسلسل اهتم بانه هو يقدمها ودي كانت مشكلة عندي ان انا حسيت ان احنا في جزر منفصلة شوية ولكن ابتدى الرابط ده يستقر ولكن للأسف اقدر اقول انه هو في بعض الملاءمات اللي ازيد من اللازم زي تزامن آآ تحرش سمى مع خيانة مرات ادم مع الكلام ده كله والازمة الاكبر اللي عندي واتمنى المسلسل يكون واخد باله منها ويكون شايلي فيها توستايا ولكن انا هكتبها دلوقتي على هامش كده على اي حال من الاحوال صدفة ان حمزة الكومي اللي هو فيه طار ما بينه ما بين شخصية طارق مراته تبقى عشيئة ادم وان ادم لما قتلها بالطريقة دي طارق اتورط تلقائيا انا احب ان يظهر بشكل او باخر ان الموال مرات حمزة ده كله كان معمول لطوريد طارق من البداية ولكن فيه مشاهد بتنفي دلوقتي وهو تفاجئ ادم اصلا بان طارق متورط في المشهد اللي قتل فيه مراته وقراره في ان هو يبالغ في الطوريد ده ويلبسه الليلة تماما معنى كده ان هو من الاول ما كانش قصد معنى كده ان الظابط اللي كان بيحقق في الجريمة جسو هابنز ان كان عنده طار مع جوز واحدة القاتل بتاعنا كانت عشيئة كانت عشيئته كان عشيئها صح فيه وده ملائم اكتر من اللازم يعني اتمنى زي ما بيقول المسلسل يكون شايف اللي مفاجئة في بعض الخطوط اللي اتحطت على جنب مرجعتش في الست حلقات اللي فاتت اتمنى برضو المسلسل يكون شايف ده. ويناوي راجعه لنا. عندنا ده المسلسل اللي انا كنت بتكلم عليه في حتة التجربة البصرية المسلسل قبيل. حتى المشاهد اللي ممكن تكون مش اصلية قوي. حتى المشاهد اللي بيشبها موضوع الملائمة زي ده. حتى المشاهد الفلاش باكل كتير اللي احنا قد دينا فيها وقت وهي دي التحفظ الاكبر والاعظم اللي عندي. ولكن كل الكلام ده تجربة البصرية رائعة كمان ما راحنا نتفرج على لوح في اجتهاد واضح من الناس ديت في ان هما يقدموا شيء بصريا مختلف ده غير مستوى اعتناءهم او اجتهادهم الواضح في تفاصيل القصة وفي طريقة الاداء وفي كل الامور الدرامية في نفس الوقت حتى وان كان ده في بعض الاحيان بيكون مش موفق بنسبة مية في المية ولكن التجربة البصرية لا فيه عناية فيه فيه اهتمام فيه ناس دخلت يا جماعة ده اللي بيخالين اقول السنة دي احسن الكم مسلسل اللي اتفرجت عليهم حتى اللي بطلت اتفرج عليهم فيهم دليل واضح على محاولات اجتهاد فيه ناس دخلت رمضان السنة دي ما بتقولش يلا يا سبوبة وخلاص كانوا عاوزين يطرحوا اسمهم بشكل واضح ممكن تكون الظروف خنتهم ممكن يكون ضغط الوقت خانهم ممكن تكون حاجات كتير خنتهم ولكن الاجتهاد واضح عشان كده ماسك ايدي شوية في اني احاول اسفه من الموضوع ده في بعض احيان بحس ان المسلسلات او الاعمال اللي بتفرج عليها مش محترمة ذكائي من الاساس فبقصوا عليها شوية وانا بتكلم لكن دول لا مش قادر اعمل كده ماسك ايدي جدا لاني مقدر اجتهادهم جميعا يعني مشكلتي في نقطة الاسهاب في ان احنا نشوف الخلفية بتاعة سما وادم ونعرف هما ليه عملوا اللي هم عملوه ده ان احنا دلوقتي بتدينا نروح فلاش باكس كتير شوية قبل كده الفلاش باكس كانت ملمومة شويتين وكانت بتتضمن شخصيات ميتة فكنا بنعرف تلقائيا ان هي فلاش باكس المرة دي في اجتهاد اكتر شوية من زي الشمس في تغيير اه درجة الوان طبيعة اه صورة اجواء صورة بشكل عام عشان نبين للمشاهد ان احنا في فلاش باك ولكن للأسف برضو الموضوع بقى مربك شوية لان الزمن يضغط اي حد الجدول الزمن يزنق اي حد في اي حاجة المسلسل حاول يعمل شوية اختلافات في الماكياش لبعض الشخصيات علشان لما نسافر في الزمن ده يبقى واضح شوية ولكن ما عندهمش كل الوقت اللي في الدنيا عشان يعملوا ماكياش كامل فبناء عليه خالوا بقى لكم احنا الوقت يبقينا بنتنطط ما بين تلات اربع مراحل زمنية يعني هم بنرجع خطوة للمرحلة الادم وسامة كل واحد فيهم على انفصال ابتدأ ياخد قرار انه هما يعملوا اللي هم عملوه ده حتى والغاية دلوقتي القرار ما اتخدش في الجدول الزمني ده وفيه جدول زمني اقدم بكتير بالتحديد عند شخصية ادم علشان موضوع الادمان بتاعه والكلام ده كله باين جدا وده باين قوي في شخصية ادم بالتحديد ان محمد فراج كل اللي بيحصل بس ان هو لما بيصغر قوي اكتر من اللازم عامل مكياش غريب شويتين شعر طويل بدأني فيها زي حلق ولا خاتم ولا معرفش مين شخله غريب قوي 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 شبه شبه العفريد بتاع علاء الدين والتايم فريم اللي بعدها لولا برضو ان احنا بنتعامل في اجواء باين قوي انها مستحيل تكون دلوقتي مربكة شوية انا شخصيا ارتبكت في اخر حلقتين في الفلاش باكس اللي ما بينه وما بين صديقه اللي في اسكندرية اللي المفروض يساعده في موضوع الباسبورتات لانه مزور والكلام ده كل نطينا معاه في تلاتة اربعة مراحل زمنية انا ارتبكت انا ارتبكت انا بتريد المصحة تقولي لا المصحة كانت فلاش باك اقولها لا المصحة كانت دلوقتي الفلاش باك كان لما قبله بقى قبل فاطلخبطت شوية بعد كده لما ركزته وقعد ترجع وقعد تدقق قوي شفت الموضوع ده فالصعوبات التقنية طالت الكل مفيش حد عارف ينجو منها رغم الاجتهاد النقطة الاساسية هي في الموضوع ده ان احنا بقى لدلوقتي تلات حلقات تقريبا عملين نروح فلاش باكس انا كنت حاسس ان ده موضوع حلقة واحدة اللي هو صدمة آآ سما وآدم هم قبيل وكل الكلام ده هدوا بالاتفاق ما بينهم وبين بعض وما متوش وما عرفش مين حلقة واحدة فلاش باكس دمر الدنيا فن بقى يا معلم في انك تجيب لنا تاريخهم ونعرف هما ليه خدوا القرار ده وبناء على ايه بيعملوا الجرائم ده اتوا عاوزين يوصلوا على ايه وكلام زي ده وبعدين نكمل قصتنا ولكن مسلسلنا زي ما يكون عمل كده في الايقاع بتاعه بعدين رح نازل تاني وخدنا في وقت طويل جدا في فلاش باكس من فلاش باكس لمشاهد اتحكت زي مشهد تحرش مديرها بيها ده 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 تعمل على مدار اربع خمس مشاهد مثلا في الحلقتين اللي فاتوا وليه ينفصلوا على حلقتين ده موضوع عالدنائي يعني بس ليه اربع خمس مشاهد فحاجة اتحكت احنا عرفنا قبل كده ان هو اتحرش بيها وبتاع ما عرفش مين حتى فنيا مفيش راشا مون افاكت مفيش ان احنا بنشوف المشاهد ده من وجهة نظر المدير وبعدين من وجهة نظرها ده بيدي قيمة فنية درامية وانت بتتفرج يعني لكن ما كانش فيه هي الموضوع من روايتها هي حصل زي ما اتحكى في اول مرة وخلصنا في شوية تضيع وقت في شوية استهلاك وقت تحس كده ان المسلسل قبيل خد الكرة ووقف عند الكورنر وبيضيع شوية وقت ما اناش مبسوط به قوي آآ محاولات النقل بسوء لما يبقى فيه مشهد انا حسس ان انا شفته في فيلمة قبل كده ببقى عندي اتجاه من اتنين يا اما اقول عليه كوبي يا اما اقول عليه اوماج يعني منسوخ حد بيحاول ينسخ مشهد ويغفلك في انك تحاول تصدق او انك تقنع نفسك ان دي اول مرة يتعمل الاماج ان هو احساس الحمين ان هو واحد صنع افلام او صنع اعمال بشكل عام مخرج يعني شاف مشهد عجبه جدا ولقى فرصة ان هو يقدم له تكريم في العمل بتاعه الاماج بتاعتنا او الكوبي انا بسميها كوبي للأسف حصلت في الحلقة السبعتاشر لما سمى اا اوفردوزد اا بالمخدرات وكان يبدو ان هي ماتت المشهد ده تحس ان هو قريب جدا من من مشهد مية لما برضو اوفردوزد وقلبها وقف بعد كده اا هو راح عشان يدفنها ولما صحيت اا دخلت سوبر ماركت في مشهد ايرونيك جدا وهي لسه بترابها بكلام زي ده وده فيه فيه كوبي واضحة من كلب الفوليوم تو لما ده قامت من القبر اللي كانت مدفونة فيه حية ودخلت برضو كان زي داينر او كلام زي ده بدون اي مقدمات في الدنيا وكان مشهد ايرونيك جدا ليه انا ما بقولش عليه اوماج لانه ما فيهوش اضافة ما فيهوش جديد والى حد كبير مقحم يعني انا عارف ان هو بيفصر الشرخ اللي حصل في علاقة ادم بسماء انا فاهم ده كويس ولكن ما كانش ضروري يحصل بالطريقة دي بالتفاصيل دي احنا روحنا للحتة دا علشان يديها تكريم ولكن القماش بيجي فقط لما نقول ان المشهد ده اتضف له جديد اتحط له بعض جديد على فكرة تارنتينو اصلا تلت اربع الافكار ده مش اصلية يعني الفيلمين والكلب الفوليوم تو ده الافلام تارنتينو اغلب الافكار دي اصلا مش اصلية بس هو لما عملها ضف لها كتير لدرجة ان الناس اللي كانت بتقول في البداية ده نائل ابتدت تقول لا ده اوماج لان هو ضهف كتير حط لها هو صدق المشهد ده واقتنع به والطبع في ذكرته والطبع في مخيلته فلما جاي قدمه تاني قدمه بشكل كويس ده ما عجبنيش قوي ولكن عجبني على الجانب الاخر ان الازمة اللي بيمر بيها طارق سمحت لنا بعض المشاهد اللي حقيقة كانت كويسة جدا زي مشهد المواجهة ما بين طارق وعبد الرحمن واللي كان فيه اداء رائع من الاتنين رائع رائع جميل جدا يعني اداء راقي يعني آآ وعلى الجانب الاخر المشهد بتاع عادل وطارق وبرده كان فيه اداء كويس جدا وفيه زي ما يكون مهم جدا للمشاهد لموقف الشخصيتين من بعض عجبني ان في حضور كويس للشخصيات دي كلها وللممثلين دول كلهم مسلسل قبيل زي ما بقول كده صدمني او فاجئني بان هو رفع اقاعه قوي ولسه اقاعه حتى الان ما قدرش اقول عليه بقى بطيق ولكن خد الكرة عند الكورنر وقاعد بيضيع وقت في كل اللي مطلوب منها اجابة على سؤال واحد الموضوع ما كانش كله الغاز فابتدين نضيع في شوية وقت باقاع سريع يعني آآ ووقفين عند الكورنر وعملين نعمل تمرات سريعة بتاعه معرفش مين بس ما بنخرجش من الكورنر برضو يعني وبعيدنا شوية عن شخصية طارق ده التحفز اللي عندي على مسلسل قبيل ولكن بكل تأكيد انا زي ما قلت التالت مسلسلات في تأديري انا مستواهم تراجع بس بدرجات متفاوتة فيمكن تراجع قبيل ما دايقنيش قوي زي تراجع زي الشمس اما المسلسل التالت والاخير اللي هتكلم عنه فهو ولد الغلابة ورغم زي ما قلت ان كل المسلسلات تراجعت وهو كمان تراجع شوية ولكنه يظل مسلسل المفضل ويظل صادمني انا شخصيا بالموضوع ده لاني متوقعتش اني ممكن اوصل ليوم سبعتاشر للحلقة السبعتاشر في المسلسلات رمضان ويكون ولد الغلابة هو مسلسل المفضل شفت ست حلقات برضو من الحلقة اتناشر لسبعتاشر خدوا بالكم برضو بسبب الانترنت والكلام ده وقبل ما الحلقة دي تطلع هتكون حضراتكم شفتوا حلقة زيادة عن اللي انا بتكلم عنهم فممكن بعض الحاجات تكون وضحت الكشف تتغيرت حاجات من هذا القبيل الست حلقات اللي شفتهم من اتناشر لسبعتاشر مسلسلنا اتشقلب رأسا على عقب احنا كنا واقفين عند النقطة بتاعة الجريمة اللي هم عملوها مقتل ضاحي وعزت وبعدين المسرحية اللي هم عاوزين يعملوها او القصة اللي هم أقلفوها مع بعض عشان يطلعوا نفسهم من المأزق ده وطبعا القصة ده عملت تخدير او خرجتهم من الموقف ده خرجتهم من نقرة يعني عشان يقعوا في ضحضيرة ضحضرتنا دلوقتي ليها بعدين او تلت ابعاد عشان نكون بنتكلم بشكل دقيق البعد الاول هو رشوان اخو سورية اللي طمعان في بتاع المخدرات طمعان في ورث المخدرات في ورث الشغل في ورث البضاعة صورية نفسها عندها بعض التطوير لانها بتدور على طارها ده موضوع مختلف شوية عندنا شخصية عيد اخو عبدالقادر اللي عمل ضغط كبير جدا على عيسى وعلى فرح وكاتب على جنانهم وعمل زي انا مش قصد طبعا اهين حاجة خالص الواحد ده بحطت يقول له بالكلام ده ده دراميا لما بيحطوه كده في الموضوع تحس ان هو ايه قاعد على كتفك ونت بتحول تحل قضيتك يعني فشخصية عيد دي دي الاردل على كتف الكنين والبعد التالت هو التطور اللي في شخصية عبدالقادر وده حاجبني جدا 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 لان عبدالقادر كان بيتم تقديمه من اول المسلسل على انه حاجة كده ظريفة هتقعد تكمل معنا لغاية اخر حلقة من غير ما تضيف ولا تودي ولا تجيب خصوصا هو ان الممثل اللي بيقوم بالدور مش مشهور وحاجات بالطريقة دي ويمكن ده برضو من الاسباب اللي بتخليني اشكر المسلسل لانه هو رقد لنا في الدور مع شخصية عبدالقادر لان شخصية عبدالقادر بقت لعب اساسي جوه الملعب لعب مهم جدا وتوتره او تغيره او انتقال اقواله او اي غلطة بيعملها ليها تمن كبير جدا على 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 مجرى الخط الرئيسي من الاحباط والمسلسل اللي ايه الممثل انا كل اجا اقول ممثل اقول مسلسل وكل اجاهم مسلسل اقول ممثل مش عارف ليه والممثل اللي ايه بالدور جيد جدا جيد جدا وبيقدم اداء حلو جدا والمسلسل عنده عناية كبيرة جدا في محاولات تبرير كل خطوة بيعملها لان هو زي ما بقول واخد مخاطرات كبيرة جدا في الاقاع بتاعه اقاعه سريع جدا على مستوى كل مشهد وعلى مستوى الاحداث بشكل عام وثابت يعني عنده كونسستنسي حلوة جدا لما بيبطأ بيبطأ العوامل درامية معينة بعضهم عجبني وبعضهم مش عجبني وهتكلم عنهم بالتفاصيل ولكن بشكل عام واحنا بنتكلم على احداثنا حاجات بالهبة العاملة تحصل وكل حاجة بتحصل تلاقي وراها تبرير احيانا تشتريه واحيانا ما تشتريهوش احيانا تلاقيه سالك واحيانا تلاقي فيه فجوة ولكن زي ما قلت منت شوية قطر خير الدنيا ان هما بيجتهدوا ان هما بيحاولوا يطرحوا التبريرات دا بشكل كويس عشان كده انا بشكر مسلسل ولد الغلابة لاهتمامه بالامور دي وعلى قد ما انا فاهم مسلسل ولد الغلابة هو الوحيد من التلاتة وقد اكون مخطئ انا معرفش اللي انتهى تصويره بالفعل وده منعكس على ثبات وترتو على جودة مشاهده على العناية بتفاصيله الى حد كبير على مستوى الدراما وتفاصيله على مستوى الصورة كمان وعلى مستوى الفني ولكن ما اقدرش اقول انها بدرجة تفوق كبيرة مسلسل ولد الغلابة ما فيهوش مشاهد اخاذة ما فيهوش حاجات تجذب نظرك قوي فيها بعض المشاهد الرمزية مش بطالة مش عميقة قوي ولكن مش بطالة في بعض العناصر اللي مقصود انها تبقى موجودة قدامنا على الشاشة وليها معنا زي نظارة عيسى اللي اتكسرت ولدلوقتي بقى معاه فلوس يصلحها ويعمل غيرها ولكن فكرة ان مدرس التاريخ بتاعنا نظارته مكسورة من هنا دي حلوة حلوة تفصيلة جميلة يعني آآ اللي بيحصل في احداثنا مليان تعقيد ومليان حاجات زي كده وزي ما بقول المسلسل بيحاول ان هو يلاقي بعض التبريرات وان هو يصغها جوه احداثنا بطريقة ما يبانش ان فيها اقحام وفيها تلفيق ولكن هتلاقي نفسك مضطر تسأل بعض الاسئلة برضو اللي بتحط الدنيا في اطار الملائم اكتر من اللازم زي ما اتكلمنا في موضوع قبيل على مرات حمزة عندنا شوية حاجات كده برضو ملائمة اكتر من اللازم زي موضوع المخزن اللي محدش يعرفه الا فرح ماشي هقولك المسلسل اجتهت في ايه عشان يبين ده انه اه عزت مفهوم انه كان عاوز يبهر فرح وعاوز يأكد لها انه هو معه فلوس وانه لو طوعته حعلها كل مشاكله ليه من البداية ممكن اصدق انا محدش يعرفه غيرها لان هو ما كان سري فعلا والمفروض يكون في درجة ثقة كبيرة وان الاتنين رجالة اللي كانوا ممكن بيستخدموهم في الشيل والحط والليبر يعني اه اتقتلوا في نفس الحدثة وبطريقة تم استياغتها كويس مرجعناش عملنا اه اه ريترو اكتف كونتينيوتي وقلنا لأ ما هما الاتنين اتقتلوا هما اتقتلوا في المشهد واحنا واقفين الكلام ده صحيح بس مؤخرا اكتشفنا ان كان في واحد بيطبخ المخزن وعارف طريقه وعارف ان الراجل مات ما فكرش يروح يبص بسه يمكن يطلع بالغلة دي كلها اللي هو الصيدالي النصيف يعني حسأل نفسي اكتر من اللي لازم هقولك اه النقطة التانية نقطة الخريطة اللي ترسمت في بيت فرح في القاهرة لمكان المخزن ده علشان بعد كده اعوان رشوان اخو ثورية يقتحموا المكان فيلقوا الخريطة فيعرفوا هما رايحين فين الخريطة اللي تترسم وتتساب بالطريقة دي يعني زي ما تكون الطريقة الوحيدة اللي كان ممكن رشوان يركب فيها على الخط ده ارجع واقولك هل المسلسل اجتهد في اجتهد في محاولة ان هو يبررها اه طبعا لانه هما بيرسموا الخريطة انا كمشاهد ما جاش في بالي انها هتبقى الباب للازمة دي او انها هتبقى حل الموضوع ده ومن ناحية التانية كان في احترام جيد جدا لفروق الزمن ان اللحظة اللي هما لقوا فيها الخريطة بلغوا بيها حد موجود في البلد فعلا بينما التانيين الاثنين التانيين مسافرين فيبدو بليفة بليبدو قابل للتصديق ان هما يتقابلوا في نفس اللحظة فاقدر الاجتهاد ولكن ارجع واقول كان فيه اكتر من اللازم نقطة اللي بعد كده نقطة ان المخدرات لما يخسرقوها يحطوها في المخزن بتاع المدرسة مع التفصيلة الملأمة جدا ان المخزن ده ما بتفتحش الا مرة واحدة في السنة ملأمة اكتر من اللازم اه معقول ما فيش حد ممكن يخطر في بال ويفتح المخزن ده لأي سبب من الاسباب خلال السنة كلها تلاقي نفسك بتسأل السؤال ده غزب عنك ولكن تقدر الرمزية بتاعت الموضوع ان شخصيتنا المتشدقة بقيامها ومبادئها واحترامه للعلم والكلام ده كله في الاخر قصاد مصلحته ممكن يكون اعتدى على المعبد بتاع مبادئه شخصيا المدرسة اللي كان بيشتغل فيها وبيقدم فيها افضل صورة ليه هو كبني ادم وده موضوع كويس جدا وحلو جدا في تفصيل شخصية عيسى لان احنا بنتفرج عليه ممكن نفضل مصدقين ان هو شخصية طيبة وان الظروف هي اللي اضطرته يعمل اللي هو بيعمله ولكن انا شخصيا عجبني جدا او شبه واثق ان شخصيتنا خلاص ويقعد في تصنيف الشخصية الشريرة وما فيش اي حاجة في الدنيا اتبرر ده وبصلته الاخلاقية الناحية التانية موجودة في الاطار اللي انا من الاول واقع في غرامه في المسلسل وهي تفاصيل عائلة عيسى وبالتحديد شخصية صفية واداء تكسيدي وتمثيلي رائع جدا من انجل مقدم واللي ممكن وانت بتتفرج بتحس ان هي بلغت شوية يا بنتي ما تفكي بقى ده انتي مصممة تخريبي بيت وده انتي مصممة تحبسيه طب ما نفتكر اللي هو عمله عشانك طب ما نفتكر التضحيات اللي هو عملها للعيلة داية من اول يوم ولكن نظرتها الجامدة جدا المركزة جدا اللي مليانة غضب ومليانة تحفز ومليانة كل حاجة في الدنيا بتأكد لنا ان لا يا صح الا الصحيح الرجل ده قاتل ومهرب ومجرم وتجر مخدرات وكل حاجة انت عايزها في الدنيا رغم الاطار الرائع المثالي اللي ممكن يكون تقدم فيه من البداية كلام حالو انا يا جماعة ما كنتش مصدق ان انا ممكن وانا بتكلم تلقائي انا والله دلوقتي تماما ما قدميش سكريبت انا قدمي بس ملاحظة اتنين تلاتة بتاع سبع سطور ده اللي قدامي يعني اا ان انا لقي كل الكلام ده اقوله عن مسلسل في رمضان ده غريب جدا انا ما كنتش متوقع حاجة زي كده عشان كده يعني انا اشجع كل الناس اللي عندها وقت تتفرج على مسلسلات اا دراما عربية بشكل عام اعطوا رمضان الفين وتسعتاشر فرصة وشيلوا النظارة المتأهبة للترياءة والسف والكلام ده انا يا جماعة اموت في الترياءة والسف من هنا اللي السنة الجاي بس في بعض الاحيان بلاقي بعض الاجتهاد اللي يخليني لأ انا هشيل العدسة دي وحلبس عدسة الجدية شوي ولسه برضو هنسف كل ما نلاقي فرصة وكلام زي ده بس لأ المجهود يجب ان يقابل ببعض اللي احترام في بعض الاحيان وإلا حياتنا هتقلب فصول كوميديا بايخة من هنا ورايح للابد يعني ما عجبنيش في تفاصيل العلاقات الانسانية في المسلسل اه ان احنا سوقنا العلاقة ما بين فرح وعيسى للجانب الرومانسي انا كنت شايف ان ده ملوش لازمة بسرعة انا كتعجباني اكتر وهي علاقة عمل لاثنين متورطين مع بعض ومصلحتهم ومصلح بعض بل وحتى اني ابتدي اسدق ان في حد فيهم بيلعب على التاني وده اللي انا لسه متشبث بيه ان في النهاية انا اكتشف ان فرح بتلعب على عيسى وان هي لا بتحبه ولا ميلة لي ولا الكلام ده كله وكل الكلام الرومانسي اللطيف وبتخاف علي وبتحبني ورجل بجد والكلام ده كله ما هواش احمد السقايات انا مش قصدة تاريق والله ولا اعمل بس دراما البطل الفارس الكبير اللي لازم في الاخر اللي بنت تحبه ده اللي احنا متعودين عليه من كل الممسله انا مش قصدي اقولها علي احمد السقا بالتحديد احمد سط оставاء كان بيعمل كده كريم عمد ريسز بيعمل كده احمد عز بيعمل كده عمر يوسف بعمل كده كلهم بيعملوا كده زي ما يكون حاجة انزلت في تفاصيل شخصيتهم لو السنة دي احمد السقف المسلسل بتاعه اللي من اول لحظة بيتم استغفاله وبيتم استهيافه وحتى الان مفيش اي دليل على انه زكي وهو بيلعب باللي قدامه وربنا يسطر زي ما بيحصل العراقة الرومانسية اللي بيخشها واللي بنسمع فيها الشعارات اللي احنا متعودين نسمعها يطلع في الاخر مدحوق عليه فيها دي الشابول بجد دي الشابول بجد يعني زي ما بيقول للأسف على المستوى الفني المشهد المسلسل ما بيقدمش كتير ما بيقدمش اخطاء بيحاول يقدم بعض المشاهد الرمزية الجيدة زي المشاهد الوسعة شوية والامور دي حتى لما بيعمل مشاهد اكشل ما بيعملهاش وحش مش عظيمة بس مش وحش مفيش ابداع واضح قوي على مستوى المونتاج مفيش ابداع واضح قوي على مستوى تفاصيل الصورة في كل لقطة معينة يمكن اخد على المسلسل كمان اللكنة اللي الناس بتتكلم فيها مش عشان مش دقيقة انا شخصية ما عرفش يعني لا عرف في المكان ده المفروض يتكلمه فلاحي ولا صعيدي ولا يتكلمه ايه هي بس مش هي مش ثابتة هي في بعض المفردات عند بعض الشخصيات هو كل شخصية تريبا بتتكلم بطريقتها رغم انه كلهم في نفس البلد في بعض الاحيان مش نفس الشخصية بتتكلم بنفس الطريقة للابد لشكل كامل يعني في بعض الاحيان بتقع منهم تفاصيل بتقع منهم مفردات بتقع منهم كلام زي ده ولكن النتيجة بشكل عام لا لما حط ده في الاطار بتاع المسلسلات رمضان 2019 والمسلسلات بشكل عام قدر اقول المسلسلات دي كلها كويسة والغاية دلوقتي ولد الغلابة يتفوق عليهم في مفاجأة انا شخصية ما كنتش متوقعها وانصح الجميع ان هما يعطوه فرصة بعيدا عن الضارد السخرية زي ما قلت ده اللي عندي في التلات مسلسلات اعتقد ان احنا بالنسبة لتقييم الحلقات نتقابل الحلقة ويمكن كمان حلقة وبعدين نتكلم في التقييم النهائي وده باستثناء مسلسل زوديك اللي ان شاء الله زي ما اتفقنا يوم السبت اولى والانترنت خانتنا يبقى يوم الحد ان شاء الله ده اللي عندي على التلات مسلسلات احب اسمع جدا قراءكم واحب اسمع مساهمتكم ولو فيه نقاط معينة تحسين ان انا اغفلتها وتحب ان انا اركز فيها في الحلقات اللي جاية يا ريت تقولولي عليها بدون اضافة مسلسلات كتير ازيد من كده لان تلات مسلسلات عارف اتفرج عليهم بتركيز عارف اطلع فيهم تفاصيل فنية عارف اطلع فيهم تفاصيل درامية عارف اقول حاجات ليها معنى عارف احط توقعات عارف اتواصل مع الشخصيات عارف لما اعيب اعيب بسبب ولما اشكر اشكر بسبب ابرك مليون مرة من عشر اخمستاشر مسلسل قاعد فيهم حطت ايدي على قلبي وبدل معه ده قضي وقت في اني اتفرج واطلع حاجات لها معنى ابحق ابقعد اعمل اتضيع الاقي وقت عشان رد على واحد بيتكلم من لجنة ولا واحد طلع يطبل وخلاص ياريت تساهموا معنا في النقاش في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك لحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنداية اشترك لكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وباي باي